جهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم الجماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية فيلم افاتار الجزء الثاني وصل ولله الحمد بعد انتظار جدا طويل واصبح متاح للمشاهدة في صلاة السينما بعد مرور حوالي 13 سنة من تاريخ اصدار الجزء الاول واحدة من الاشياء يا جماعة اللي جيمس كاميرون كان حريص عليها وانه يظهر ويقدم سلسلة افلام افاتار على اكمل وجه من ناحية الدقة مش فقط من ناحية القصة ولكن كمان من جانب المؤثرات البصرية والرسومات واللي هي اصلا جزء رئيسي من الفيلم اكثر من اي شيء ثاني واللي ممكن بعضكم يعرفوا يا جماعة هو انه قصة افاتار وعالم افاتار موجودين من زمان في رأس جيمس كاميرون اللي هو المخرج وكاتب هذا العالم بشكل عام ولكن كان دائما ما يتأخر جيمس كاميرون في البدء في انتاج سلسلة افلام افاتار بسبب انه كان دائما ينتظر انه التكنولوجيا توصل الى مستوى يلبي تطلعاته وتصوراته لهذا العالم لانه ممكن بعضكم يعرف انه فكرة افلام افاتار موجودة في رأس جيمس كاميرون من يوم كان عمره 19 سنة شافه هو نايم كذا حلم حلم وكون منه فكرة افاتار وبدأ يكتب الفكرة ويطورها لفترة طويلة باحداثها وتفاصيلها بل انه كان عنده الفرصة انه يقدم الجزء الاول او ينزل في صلاة السينما في اواخر التسعينات تقريبا ولكن وقتها شاف انه التكنولوجيا وقتها مستحيل جدا او صعب جدا على الاقل انها تقدم العالم اللي فراسه مثل ما هو يبغى فاستمر بالتأجيل هذا الى ان قرر انه التكنولوجيا ما بعد 2005 و2006 صارت مناسبة وتقدر تسوي الشيء اللي يبغى هو وبالفعل صدر لنا فيلم افاتار الجزء الاول سنة 2009 واللي وصلت تكلفة وقتها الى اكثر من 238 مليون دولار امريكي كانت مغامرة جدا جريئة من جيمس كاميرون ومن شركة الانتاج اللي استثمرت في صناعة هذا الفيلم ولكنها تكللت بالنجاح وقدر الفيلم انه يحقق اعلى الارادات حول العالم الى تاريخا هذا وصلت ارادات الجزء الاول الى اكثر من 2 مليار وتسعمائة مليون يعني حوالي 3 مليار دولار مبلغ ضخم جدا كميزانية وكمان كارادات اتضاعفت بشكل جدا مبهن فكانت فكرة صناعة جزء ثاني وثالث ورابع وخامس من هذه السلسلة فكرة جدا قابلة للتنفيذ بحكم انه نجاح الجزء الاول كان جدا مثمر واليوم يا جماعة الجزء الثاني من سلسلة افلام افاتار ومع تقدم التكنولوجيا السينمائية والمؤثرات البصرية وصلت ميزانية الجزء الثاني الى حوالي 350 مليون دولار امريكي وغالبا وبكل تفاؤل وبحكم الشعبية الكبيرة لسلسلة افلام افاتار او لعالم افاتار فالجزء الثاني راح يقدر يحقق او على الاقل يتجاوز الميزانية بكل سهولة هذا اذا ما قدر يوصل الى ارباح الجزء الاول او يقرب منه ولكن بالنسبة لرقم مليار دولار غالبا الفيلم راح يقدر يتجاوزها او يقرب منه اصلا شركة الانتاج متوقع ان الجزء الثاني من افاتار راح يقدر يجيب من 150 مليون الى 175 مليون في اول اسبوع فقط مع اني متوقع انه بيوصل اكثر من كده في اول اسبوع بشكل جدا طبيعي على كل حال عزيزي الوجيه ما بطول عليك الفيديو راح يحتوي على حرق ولكن اذا بتسألني السؤال اللي دائما انطرح هل يستهل الفيلم تابع في السينما ولا لا نعم الفيلم يستهلك تابع في السينما ومثل ما قالوا كثير من اليوتيوبر دور على اكبر شاشة ممكن تشوف فيها الفيلم لانه التجربة البصرية في هذا الفيلم جدا جدا جميلة وما راح تخليك تندم على كل حال عزيزي الوجيه اشترك لي في القناة لو ما كنت مشترك وفعل جرس التنبيهات عشان توصل لك فيديوهاتي اول باول ولو اعجبك الفيديو الضغط على زر اللايك بيكون اكثر شيء جميل ممكن تدعم فيها القناة تعال تابعني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش كلها موجودة في صندوق الوصف وكمان قناة الالعاب والميمز والقناة الترفيهية بشكل عام برضو موجودة في صندوق الوصف غير كذا يلا بينا نخش على مراجعة فيلم افاتار الجزء الثاني خلينا اول حاجة يا جماعة نبدأ بمقارنة بسيطة بين الجزء الاول والجزء الثاني الجزء الاول يا جماعة للامانة كان من انجح واروع الافلام اللي تعتمد على المؤثرات البصرية اولا هذه ما فيها كلام فضلا عن انه نزل في زمن جدا مختلف وعمل ضجة جدا كبيرة اغلب الجمهور اللي تابعوه في ذيك الايام سنة 2009 وصفوه بانه فيلم سابق عصره بل انه فيلم كأنه كذا جاء من المستقبل من روعة المؤثرات البصرية اللي تم تقديمه في ذاك الفيلم غير كذا يا جماعة القصة اللي قدمها الجزء الاول كانت جدا جدا مميزة عالم جديد ومخلوقات جديدة وثقافات مختلفة وطرق تعايش مرة مميزة وغير اعتيادية من اشكال مخلوقات النافي والبيئة اللي عايشين فيها وتضاريس الكوكب والامور الروحانية اللي يتشاركونها مع هذا الكوكب غير طريقة تفاعلهم مع الاشياء من حولهم والمخلوقات تبعهم فكانت تجربة الجزء الاول للامانة من اروع التجارب اللي انا خذتها في حياتي شخصيا سواء على مستوى القصة او على مستوى الاخراج والتجربة البصرية غير انه يا جماعة اللون الازرق من الواني المفضلة يعني فكل شيء كان ازرق في الجزء الاول والجزء الثاني وانا مرة كذا حاسس اني قاعدتها بالفيلم وانا مرة مرتاح وعالم وفن الالوان عموما يا جماعة الجزء الثاني جاه مكمل لاحداث الجزء الاول فضلا عن انه قدم لنا مجموعة اشياء جديد منها تضاريس جديدة وشعب جديد يعيش على كوكب بندورة واكيد هذا الشعب اللي تم تقديمه تم تقديمه باسلوب مختلف وتكوينهم الجسدي مختلف تماما عن شعب النافي اللي كانوا يعيشوا في الادغال وهذه واحدة من اجمل واروعة الاشياء اللي عجبتني في الفيلم للامانة اوكي طبيعي وجيه انه يكون كوكب كثير مثل كوكب بندورة فيه شعوب مختلفة ولكن الجميل انه الشعب الجديد اللي تم تقديمه يعيش اولا فيه تضاريس مختلفة واللي هي في البحر وجزر البحر بشكل عام ولان الظروف المناخية والتضاريس اللي يعيشون فيها مختلفة تماما عن تضاريسها الادغال والغابات اللي شفناها في الجزء الاول فكان هذا الشعب يحمل صفات مختلفة بدنيا الى حد كبير اولا الشعب هذا عندهم القدرة على السباحة والغوص تحت الماء والتنفس تحت الماء او الجلوس تحت الماء عفوا لفترات طويلة وكمان عندهم القدرة على ترويض مخلوقات البحر واستئناسها والاستفادة منها سواء في معاركهم او تنقلهم او في رحلات الصيد الخاصة فيهم غير ان صفاتهم البدنية وبنيتهم الجسدية جدا مميزة مثل ما قلت لكم عندهم زعانف في اياديهم وذيول عريضة تساعدهم على السباحة والتحرك بمرونة تحت الماء واعتقد هذه اشارة من جيمس كاميرون الى نظرية التطور اللي تقول ان البشر تختلف بنيتهم الجسدية بشكل بسيط حسب البيئة اللي هم فيها فضلا عن ان هذا الشعب الشعب اللي يعيشوا في البحار انا والله ناسي اسمهم والفيلم شفته مرة واحدة فمستحيل افتكر كل التفاصيل هذه ولكن خلينا نقول لعنهم شعب البحار بشرتهم تميل الى اللون الازرق المخضر ان صح على الوصف يعني وهذا اللون اللي اختاروا جيمس كاميرون لهم خلهم ملائمين اكثر للبيئة اللي هم عايشين فيها واعتقد هذا الشيء اللي سوا جيمس كاميرون بتقديم شعب جديد ممكن يعطيني تصور انه في الاجزاء الجديدة القادمة ممكن نشوف شعوب مختلفة في تضاريس مختلفة داخل كوكب بندورة مثل ما فيه شعوب تعيش في الادغال شفناها في الجزء الاول ومثل ما فيه هذا الجزء شفنا شعوب تعيش في البحار غالباً راح يكون فيه شعوب تسكن تضاريس مختلفة داخل كوكب بندورة على سبيل المثال يعني لو بنضرب مثال ممكن نشوف شعوب تعيش في الجبال وممكن نشوف شعوب تعيش في الثلوج هذا إن كان فيه ثلوج في كوكب بندورة وعموماً أنا قاعد أعطيكم أمثلة أنتوا تقدروا تخمنوا إيش ممكن يكون فيه تنوع عرقي داخل هذا الكوكب ومشارط ممكن نشوف أشياء إحنا نقدر نتخيلها ممكن جيمس كاميرون يبتكر تضاريس وشعوب جديدة من مخيلته لأنه عنده خيال صراحة خصب جداً غير كذا تذكروا أنه عندنا أكثر من ثلاثة أجزاء قادمة أفاتار 3 و 4 و 5 و 6 وكمان السابع جالس يتكلم عنه جيمس كاميرون ممكن يستغل جيمس كاميرون هذا الشيء في تقديم تضاريس جديدة وشعوب جديدة وقصص جديدة وما إلى ذلك طيب يا جماعة نيجي لجانب القصة القصة للأمانة تم أخذها بشكل تدريجي وما تم الاستعجال فيها أبداً جيمس كاميرون أعطاني ثلاث ساعات وكم دقيقة فصلي فيها قدر الإمكان جيك خلف ثلاثة أبناء والبشر المتبقين على الكوكب شاركوا في ترميم المصائب اللي تركوها البشر برضو في الجزء الأول ومثل ما قال جيك في بداية الفيلم بما معناه السلام مش دايم يعني في النهاية البشر رجعوا وبدأت تصير مشكلة جديدة ولكن في هذا الجزء البشر كان عندهم هدفين في الجزء الأول كان عندهم هدف واحد اللي هو يجيب ذيك الأحجار السوداء والرصاصية اللي كانت موجودة تحت الشجر الأم الهدف الأول هو الانتقام من جيك وأسرته اللي هو كان بشري ولكن تم نقل وعيه من جسده البشري إلى الأفاتارات بسبب أنه كان هو السبب في هزيمة البشر وخاينه ما إلى ذلك والهدف الثاني كان هو رغبة البشر في الحصول على مادة سائل ذهبية توجد في هذا الكوكب والمادة هذه برضو جدا جدا قيمة ويطمعون فيها البشر بطبيعة الحال وتباع القارورة الوحدة منها بحوالي 80 مليون دولار أو 70 مليون دولار بسبب أنها تقدر توقف الشيخوخة أو على الأقل تطيل عمر البشر فكان عندنا صراع الانتقام بين العقيد لرجع للحياة داخل أفاتار بواسطة تقنية نقل الوعي أو جمع الذكريات ونقلها إلى داخل أفاتار وما بين جيك اللي يحاول يحمي أسرته وأبنائه والصراع الثاني كان عندنا صراع شعب البحار مع البشر برضو في محاولة حماية موطنهم ومخلوقاتهم اللي يفترض أنهم مرتبطين فيها روحيا ويعاملوها كأنهم إخوة أو هم يعاملوها على أنهم فعلا إخوان لهم فمن ناحية القصة للأمانة يا جماعة ما فيه شيء مثير للاهتمام مرة مجرد معركة ما بين البشر وما بين شعب بندورة وينتصر فيها في النهاية كالعادة شعب بندورة لأنهم اللي معاهم حق والبشر حيوانات وقليلين أدب وما يدخلوا مكان إلا يعيثوا فيه فساد فالقصة مثل ما قلت لكم ما فيه شيء جديد أوكي فيه أجزاء منها مبتكرة ولكن القصة كده من برة لما تجد شراحها ما فيه شيء جديد لكن لما تخش على الثقافات والأسرار اللي تم تقديمها للأمانة هي كانت حلاوة هذه القصة والأهم من القصة وأي شيء ثاني هو الطبيعة الخلابة والساحرة والجميلة جدا والممتعة بصريا لكوكب بندورة اللي جيمس كاميرون كان حريص جدا أنه يقدمها على أكمل وجه جزء كبير من الفيلم الفيلم مدة ثلاث ساعات وكم دقيقة جزء كبير من الفيلم كان استعراض لعضلات المؤثرات البصرية وفريق المؤثرات البصرية وكأن جيمس كاميرون كان هدفه من هذا الفيلم هو أنه يعطينا تجربة بصرية جدا جدا جميلة يا رجل كل شيء في الفيلم من ناحية المؤثرات البصرية جميل جدا وممتع فكان حريص على المؤثرات البصرية ومخلوقات النافي وشعب بندورة بشكل عام والطبيعة والتضاريس أكثر من حرصه على أنه يقدم لنا قصة جديدة ومختلفة ومميزة أنا للأمانة جالس في السينما متكي كذا مستريح مستكن القهوة معايا وجالس أتفرج على الجمال اللي قاعد يشوفه في الشاشة البحر جميل الألوان جميلة الإضاءة والظروف المناخية المتقلمة وبين الشروق والغروب والكسوف والخسوف السباحة تحت الموية والتواصل بين المخلوقات وبين الشعب حاجة جدا جميلة شيء كده تتفرج وإنت مستمتع بغض النظر عن القصر في جزء كبير من الفيلم كده تحس أنك جالس تتابع وثائقي ناقص بس مورغان فيريمن في الخلفية يشرح مخلوقات النافي يعيشون في سلام وجاء إليهم البشر حاجة والله كده جزء كبير من الفيلم تحس أنك قاعد تتابع وثائقي أول ساعتين ونص تقريبا من الفيلم كانت تقديم وتعريف دقيق جدا بالعالم الجديد تيمس كاميرون تقريبا ما ترك أي معلومة ممكن تجي في راسك أو أي سؤال يجي في راسك إلا وجاوب عليه طريقة التواصل بينهم وطريقة تعيشهم مع البيئة البحرية سواء مع بعضهم أو مع الشعوب الثاني أو مع المخلوقات اللي حوالينه تقريبا بس آخر ثلاثين دقيقة هي اللي خلتني أعد الجلسة صراحة طول الفيلم وأنا كده الله إيه القمال ده ولكن آخر ثلاثين دقيقة والله أعد الجلسة أيوه بدأ الأكشن بدأ الطحن بدأت القصة كده تأخذ مسارات مختلفة ولكن للأمانة يا جماعة أنا حكاية من العقيد رجع للحياة صراحة زعجتني طبيعة الحال ترى موت الأشخاص الأشرار داخل الأفلام هي حاجة مرضية جدا للجمهور الجمهور ينبسط لما الشرير إيش في النهاية إيش ينتهي وخلاص نفتك منه فعودة الأشخاص الأشرار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بطريقة طبيعية أو غير طبيعية غالبا ترى تزعج كثير من الجمهور وأنا وعد منه اللي مات مات خلاص يا أخي جيب شرير جديد بداله يعني ولكن أعتقد أنه جيمس كاميرون حاب يستفيد من عنصر الانتقام بالتحديد بحيث يعطي هدف أقوى للشخصيات سواء العقيد أو جيك وعائلته وحكاية أنه كمان ما مات في نهاية الجزء الثاني هذا برضه أشوف إنها سلبية أكثر من إنها تأسيس لأحداث ممكن تيجي في الأجزاء القادمة عموما للأمانة يا جماعة استمتعت بالفيلم للأمانة كتجربة بصرية السينما تقرافي كانت من أجمل ما يكون الموسيقى والرحلة داخل أعماق المحيط والبحار والجزر هذه كانت جدا جميلة ولكن مثل ما قلت القصة جدا عادية ولا أدري كيف ممكن يسوي جيمس كاميرون في باقي الأجزاء من ناحية القصة وللأمانة جيمس كاميرون عنده ورقة جدا جدا قوية في يده صح إنه القصة عادية ولكنه قدمها بشكل جدا متماسك أي نعم قصة عادية بس تكاد تكون خالية من أي ثغرات وعيوب ولكن أعتقد برضه في الأجزاء القادمة جيمس كاميرون ما راح يركز إنه يقدم لنا قصة جميلة أو قصة جديدة ومبتكرة قدر ما إنه راح يحاول يقدم لنا تجربة بصرية مختلفة وتقديم تضاريس وأسرار جديدة داخل كوكب بندورة وهذه هي الورقة الرابحة في يد جيمس كاميرون عنده كوكب جديد ومخلوقات جديدة وبيئة جديدة وتضاريس جديدة وأشياء كثير جديدة يقدر يلعب فيها براحته في الأجزاء القادمة غير القصة وختاما يا جماعة تقييم الفيلم هو 7.5 من 10 وأتمنى وإن كان من المتوقع إنه هذا التمني ما يحصل أتمنى إنه جيمس كاميرون برضه يحاول يقدم لنا شيء مميز من ناحية القصة في الأجزاء القادمة بنفس القدر اللي جالس يحط فيه إنه يقدم لنا تجربة بصرية وأشياء جديدة وأسرار جديدة نكتشفها عن كوكب بندورة أعطيكم العافية يا جماعة إلى هنا نكون صنع نهاية الفيديو لايك للفيديو لو أعجبكم لأنه أكثر شيء ممكن تدعموا فيها القناة واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعل جرس التنبيات على طريقكم تعالوا تابعنا لمواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وقناة الألعاب كلها موجودة في صندوق الوصف كم معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم